من جديد تعود محافظة البيضاء إلى واجهة التطورات العسكرية بشكل متسارع هذه التطورات تأتي في إطار معركة استنزاف تخوضها المقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع المواجهات تتركز هذه المرة في مديرية الزهر وتحديدا في مناطق الحبج ولجردي وسوداء غراب حيث أفشلت المقاومة الشعبية بعد اشتباكات عنيفة تقدما للميليشيا نحو جبل كساد ما أجبرها على التراجع وفي مديرية ذي ناعم شنت ميليشيا الحوثي قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة على منازل المواطنين وتحديدا في قرية هفعان ما أسفر عن تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين انتهاكات الميليشيا لم تتوقف عند هذا الحد بل عمدت إلى إحراق منزل يتبع أحد المواطنين في مديرية العرش وتحديدا في منطقة المصلى وفق ما أكدته مصادر محلية إذن المعارك هناك مستمرة حيث تعد السيطرة عليها مكسبا مهما نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها كموقع يتوسط ثمانية محافظات